بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم مسلم بن الحجَّاد رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف قال النووي رحمه الله هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم وفي الشرع المكثُ في البسجد من شخصٍ مخصوص بصفةٍ مخصوصة والاعتكاف للإشتغال بذكر الله تعالى والتلاوة القرآن والبُعد عن متاءً الكلام الذي لا ينبغي حدَّثنا محمد بن مهران الرازي حدَّثنا حاتم بن إسماعيل أخبرني يونس بن يزيد أن نافعًا حدَّثَه عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكفُ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وحدَّثنا سهل بن عُثمان حدَّثنا عُقبة بن خالد السكُوني عن عُبيد الله بن عُمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان ليلةُ القدر تُطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان حدَّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حاء وحدَّثنا سهل بن عُثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعًا عن هشام حاء يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخٍ آخر وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قالا حدَّثنا ابن نمير عن هشام بن عروى عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد حدَّثنا ليس عن عُقَيْل عن الزُّهْرِ عن عُرْوَى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم حدَّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه أي الخيمة التي يعتكف فيها وأنه وإنه أمر بخبائه فضرب أي نصب نصبت الخيمة أراد الاتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأمرت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها بخبائها أي بخيمتها تريد الاتكاف فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية الخيام فقال آل بر تريدنا أن تريدنا الأجر من الله فأمر بخبائه فقوض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فقوض أي أزيل وترك الاتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله قال القاضي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكار لفعلهن وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن وحدثنا في ذلك وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان وحدثني عمر بن سواد أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمر بن الحارس وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان وحدثني سلمة بن شبيب حدثني أبو المغيرة حدثنا الأوزاع وحدثني زهير بن حرب حدثنا يقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيين وعمر بن الحارس وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربنا الأخبية الخيام بالمسجد للإهتكاب حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيين قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيين عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل أي بالقيام والعبادة وأيقظ أهله ليعملنا ما ينفعهن وجد أي اجتهد وشد المئزر أي شمر للعبادة صلى الله عليه وسلم فالعشر الأواخر من رمضان يطلب فيها ليلة القدر فينبغي الحرص على الخير اللهم بلغنا ذلك بالعفو والعافية والتوفيق لما تحب وترضى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري بلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سميت إبراهيم يقول سميت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عشي للحجة وحدثنا أبو بكر بن نافع العبد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر أي عشر ذي الحجة قال النووي رحمه الله وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح في عشر ذي الحجة الأول أعظم أجرا عند الله جل جلاله كتاب الحج حدثنا يحي ابن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس البرنس هو ما يجعل فيه ما يغطي الرأس ولا الخفاف والخف وما يغطي الكعبين إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسته الزعفران لأنه طيب ولا الورس لأنه طيب والطيب من محظورات الإحرام فالمحرم لا يلبس القميص ولا يلبس العمام ولا يلبس السراويل ولا البرانس ولا الخفاف التي تغطي الكعبين إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين لابد الكعب يكون بارد ولا تلبس من الثياب شيئا مسته الزعفران لأنه طيب ولا الورس لأنه طيب والطيب من محظورات الإحرام وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا البرنس ولا السراويل إلا ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران لأنه طيب أو ورس لأنه طيب وقال من لم يجدن علي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهران وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبا عن عمر بن زينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وذكر هذا الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيين حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمر بن دينار لهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير الشعباء وحده وحدثنا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجذن علي فليلبس خفين ومن لم يجذ إزارا فليلبس سراوين حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران اسم مكان عليه جب وعليها خلوق أي طيب أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل أي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى رضي الله عنه يقول وددت أي أحببت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال فقال أيا سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم له غطيط قال النووي رحمه الله هو كصوت نائم الذي يردده مع نفسه الغطيط كصوت النائم الذي يردده مع نفسه قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمر اغسل عنك أثر الصفور أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق أي الطيب واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع الجبة لأنها لا تلبس الإحرام وأمره بغسل الطيب حدثنا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن صفان ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعران وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبه على ذلك الرجل جبه وهو متضمخ بالخلوق أي متلطخ بالطيب فقال فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني أنزع عني هذه ثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك يعني خلع الجبه وغسل الطيب الذي كان في ثياب في جسده لأن الطيب من محظورات الإحرام حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريل حاء وحدثنا علي بن قشرم واللفظ له أخبرنا عيسى عن بن جريل قال أخبرني عطاء أن صفان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن خطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزلوا عليه أي الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه أي ظل له عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه إذ إذ جاءه رجل عليه جب تصوف متضمخ بطيب أي متلطخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جب بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سر عنه فقال أين الذي سألني عن العمر آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجب فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك فحدثنا عقبة بن المكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سميت قيسا تحدث عن عطاء عن صفان ابن أعلى ابن أمي عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه عليه وعليه جب وقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع انزع عنك الجب واغسل عنك الصفرة أي الطيب وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي أبيد الله ابن عبد الحبيد حدثنا رباح ابن أبي معروف قال سميت عطاء قال أخبرني صفان ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه سلم فأتاه رجل عليه جب بها أثر من خلوق أي طيب فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل فسكت عنه ولم يرجى إليه وكان عمر رضي الله عنه يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله بكساء فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره عمر أي بطاه رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه بالثوب رأسي ونظر ونظر فلما سري عنه قال أين السائل آنفا آنفا عن العمرة فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق أي طيب الذي بك وفعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن ذينار عن طارق عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجُحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر ومن كان دونهن ومن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن مواقيد الإحرام لأهل المدينة ذا الحليفة أهل المدينة إذا أحرموا يحرمون من ذي الحليفة والآن تسمى أبيار علي ولأهل الشام الجُحفة أهل الشام ومن في إجهتهم يحرمون من الجُحفة وهي قريبة من رابق ولأهل النجد قرن المنازل وهو السيل الكبير وفوق الجبل وادي محرم ولأهل اليمن يلملم وتسمى السعدية قال فهن لهن لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر ومن كان دونهن من كان دون الميقات فمن أهلهن وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها أهل مكة إذا أرادوا الحج يُحرمون من مكة وأما إذا أرادوا العمر فيحرمون من الحل من التنعيم أو نحو ذلك وأما الحج يُحرمون من مكة لأنهم سيخرجون إلى عرفة فيجمعون بين الحل والحرم وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا يحي بن آدم حدَّثنا وهيب حدَّثنا عبد الله بن الطعوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّة لأهل المدينة للحليفة ولأهل الشام الجُحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يَلَمْ لَمْ وَقَالَهُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنْ مِنْ غَيْرِهِنْ مِنْ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكْ وَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأْ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ فالمُحرِم يُحرِم من هذه المواقيت قبل أن يصل إلى الميقات يغتسل ويتجرَّد من الثياب ويلبس الإزار والرداء تواضعًا وخضوعًا وتذللًا لله سبحانه وتعالى يتجرَّد من زينة الدنيا ويلبس الإزار والرداء خضوعًا وخشوعًا لله عز وجل تقرُّبًا إليه محدَّثَنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجُحفة وأهل النجد من قرن قال عبد الله رضي الله عنه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم وتسمى السعدية وحدَّثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدَّثنا سُفيان عن الزُهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة ويُهِلُّ أهل الشام من الجُحفة ويُهِلُّ أهل النجد من قرن قال ابن عمر رضي الله عنه وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم وحدَّثني حرملة بن يحياء أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن أبيه رضي الله عنهما قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مُهَلُّ أهل المدينة ذو الحليفة ومُهَلُّ أهل الشام مهيعة وهي الجُحفة ومُهَلُّ أهل النجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومُهَلُّ أهل اليمن يلملم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل النجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن الدينار قال أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سميته ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا بن جريد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سميته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العرق أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل فالمحرم إذا أحرم يلبي ومعنى لبيك أجبت نداءك يا رب الله أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج فتقول لبيك أي أجبت نداءك يا رب لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لا نعبد غيرك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد والكمال كله لله والنعمة كلها من الله والملك كله لله جل جلاله حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عندما استذذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية أي أخذت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا التلبية أن يوضع على الشعر صمغ حتى لا يتطير يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة طائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل لهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل حدثني عباس بن عبد العظيم العنبر حدثنا النظر بن محمد اليمامي حدثنا إكرمة عن ابن عمار حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد يعني قفوا هنا لبيك لا شريك لك يكفي يكفي قفوا هنا فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك الشيطان لبس عليهم كيف يكون شريك وكيف يكون مالك هذا كلام باطل فالمشركون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا من وحي الشيطان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يقولون هذا وهم يطفون بالبيت يفسدون التلبية يجعلون لله شركاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا فدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول بيداؤكم بيداء اسم مكان بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهلأ أي ما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة على كل حال لبى عند المسجد ولبى في البيضاء وكرر التلبية مرارا صلى الله عليه وسلم وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء اسم مكان قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره وحدثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين أنا في الطواف حجر الأسود والركن اليماني وأما الركنين الشاميين فلا لأن ذلك ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام لأن قريش لما بنوا الكعبة تركوا ستة أذرع أو سبعة أذرع فالركن الشامي والأراقي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام فلم يستلمهما صلى الله عليه وسلم ورأيتك تلبس النعال السبتية يعني التي التي ليس فيها نعف ليس فيها شعر ورأيتك تصبغ بالصفرة اللون الأصفر ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية يوم الثامن من شهر ذي الحجة فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين الركن الحجر الأسود والركن اليماني وأما النعال السبتية التي ليس فيها شعر فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضَّوا فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفر فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبُغوا بها فأنا أحب أن أصبُغ بها وأما الإهلال أي التلبية فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبأث به راحلة يعني يوم التروية عندما يتوجَّه إلى ميناء حدَّثني هارون بن سعيد الأيلي حدَّثني ابن وهب حدَّثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن جريج قال حججتُ مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حجٍ وعمره سنتي عشرة مرة وقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيتُ منك أربع خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قسة الإهلال فإنه خالف رواية المقبُر فذكره بمعنًا سوى ذكره إياه حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا علي بن مُسِّر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز قال النبي رحمه الله وهو ركاب كور البعيد إذا كان من جلدٍ أو خشب إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمةً أهلَّ من ذي الحليفة أن لبَّى صلى الله عليه وسلم محدَّثني هارون بن عبد الله حدَّثنا حجَّاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ حين استوَت به ناقتُه قائمةً يعني لبَّى وحدَّثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يُهلُّ حين تستوي به قائمةً وحدَّثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدَّثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلَّى في مسجدها حدَّثنا محمد بن عباد أخبرنا سُفيان عن الزُّهر عن عُروة عن عائشة أم الممين رضي الله عنها قالت طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحُرمه حين أهرم ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت فإستعمال الطيب قبل الإحرام يعني الشعر يطيِّب رأسه ولحيته قبل الإحرام وإذا رمى جمرة العقبة فذلك كانت تُطيِّبه قبل الطواف فإذا رمى جمرة العقبة وقصَّر كانت تُطيِّبه قبل أن يطوف طواف الإفاظ فحدَّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدَّثنا أفلح بن حميد عن القاس بن محمد عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحُرمه حين أهرم يعني قبل الإحرام ولحِلِّه حين أهلَّ قبل أن يطوف بالبيت رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطيَّبته فحدَّثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها أنها قالت كنتُ طيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت وحدَّثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها أنها قالت كنتُ طيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت وحدَّثنا بن نمير حدَّثنا أبي حدَّثنا عبيد الله بن عمر قال سميت القاسم عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها قالت طيِّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحِلِّه ولحُرمه يعني قبل أن يحرم وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وحدَّثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبدٌ أخبرنا وقال ابن حاتم حدَّثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريد أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمي عروة والقاسم يُخبراني عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها قالت طيِّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بيدي بذريرة طيب يسمى ذريرة في حجَّة الوداع للحلِّ والإحرام يعني طيِّبته قبل ما يُحرم وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق محدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيين قال زهير حدَّثنا سُفيان حدَّثنا عُزمان بن عروة عن أبيه قال سألتُ عائشة أم الممينين رضي الله عنها بأي شيءٍ طيَّبتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حُرمه قالت بأطيب الطيب قبل الإحرام حدَّثناه أبو كريب حدَّثنا أبو سامة عن إشام عن عُثمان بن عروة قال سمعتُ عروة يحدِّث عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها قالت كنتُ طيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يُحرِم ثم يُحرِم يعني تطيِّبه في شعره ولحيته لا في ملابس الإحرام لا يجوز الطيب في ملابس الإحرام لكن يطيِّب شعره رأسه ولحيته فحدَّثنا محمد بن رافع حدَّثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها أنها قالت طيِّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحلِّه قبل أن يُفيض بأطيب ما وجدت بأطيب ما وجدت فحدَّثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدَّثنا حمَّاد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم الممينين رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي إلى لمعان الطيب إلى وبيص الطيب في مفرق مفرق الشعر في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه يعني طيبته قبل الإحرام وبقي أثر الطيب في مفرق رأسه فلا يضر لأن الطيب كان قبل الإحرام يعني طيب شعر رأسه وحدَّثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لك أني أنظر إلى وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل أن يلبي صلى الله عليه وسلم حدَّثنا أبو بكر ما بي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدَّثنا وكيئ حدَّثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي حدَّثنا أحمد بن يونس حدَّثنا زهير حدَّثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حدِّثي وكيئ حدَّثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدَّثنا محمد بن جعفر حدَّثنا شعبة عن الحكَّم قال سمية إبراهيم يحدَّث عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِي سُطِّيب في مفارِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم وحدَّثنا ابن نمير حدَّثنا أبي حدَّثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبي سُطِّيب في مفارِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم وحدَّثني محمد بن حاتم حدَّثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدَّثنا إبراهيم ابن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرِم يتطيَّب بأطيب بما يجد ثم أرى وبي صدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك حدَّثنا قطيبة بن سعيد حدَّثنا عبد الواحد عن الحسن ابن عبيد الله حدَّثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عن الطيب قبل الإحرام ولكن بقي أثره في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما في ملابس الإحرام لا يجوز استعمال الطيب وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحات ابن مخلد وأبو عاصم حدَّثنا سفيان عن الحسن ابن عبيد الله لهذا الإسناد مثلا وحدَّثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدَّثناه شيء أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطف بالبيت بطيب فيه مسك حدَّثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن نبي عوان قال سعيد حدَّثنا أبو عوان عن إبراهي بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سألت عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن الطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن الطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك وقالت عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما الطيب قبل الإحرام لا بأس بالشعر واللحي حدثنا يحي بن حبيب الحارث حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعب عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا قال النووي أن يفور منه الطيب عن رائحة الطيب وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما ردثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن الصعب ابن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان أسماء أماكن فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أنرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي يعني من الكراهة قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم ومن محظورات الإحرام صيد البر لا يجوذ للمحرم أن يصيد صيد البر وهذا الصعب من جثام أهدى حمارا وحشيا للرسول عليه صلى الله السلام فرده لأن المحرم يحرم عليه الصيد وإذا صيد لأجله يحرم عليه إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمون صيد البر محرم على المحرم في حالة الإحرام حدثنا يحي بن يحي ومحمد بن رمش وقتيبة جميعا علي الليث بن سعد حا حدثنا عبد بن حميد حبرنا عبد الرزاق حبرنا معمر حا حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهر لهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جسام أخبره حدثنا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقض قالوا حدثنا سفيان من عيينا عن الزهر لهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش فالمحرم لا يصيد ولا يأكل شيئا صيد بلأجله حدثنا أبو بكر ما بشيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه ما قال أهدى الصعب بن جسام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه سلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك لأن صيد البر محرم على المحرم وكذلك إذا صيد لأجله وحدثنا وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا المؤتمر بن السليمان قال سميت منصورا يحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثام رضي الله عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية الشعبة عن الحكم عاجوز حمار وحش يقطر دما وفي رواية الشعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده لأن صيد البر محرم على المخرم وكذلك إذا صيد لأجله محدثني زهير بن حرب محدثنا لحي بن سعيد عن ابن جري قال أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام أي محرم قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم صيد البر لا يحل للمحرم أن يأكله أو صيد لأجله وحدثنا قطيبة بن سعيد وحدثنا سفيان عن صالح بن كيسان وحدثنا بن أبي عمر واللفظ له وحدثنا سفيان وحدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة اسم مكان ومنا المحرم ومنا غير المحرم بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا أن ينظرون إلى شيء فنظرت فإذا حمار وحشا فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء لأن الصيد محرم على المحرم ولا يجوز له أن يعين من يصيد لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبته فأذركت الحمار من خلفه وهو وراء أكماه أي جبر صغير فطعنته بربحي فأقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأذركته فقال هو حلال فأكلوه الذي غير محرم حلال أما المحرم فلا يأكل الصيد ولا يأكل ماصيد لأجله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر